أفادت لجنة الإنقاذ الدولية يوم أمس بوصول نحو 3000 شخص إلى مخيم الهول بشمال الشرق السورية بعد مغادرتهم آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز ذكرت اللجنة في بيان أن معظم الوافدين جدد كانوا من النساء والأطفال ليصل بذلك عدد سكان مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى أكثر من 69 ألف شخص